تفرق زينة مستأمس حفلة تخرج دفعة من المعهد العالي للمحاسب وإدارة المؤسسات بعد تلقيها للمعارف والمهارات الضرورية للحصول على شهادة التخصص في ميدان المحاسب في ميداني المحاسب والإدارة حضر الحفلة طاقم التدريسي بالمعهد والعديد من الطلبة وذويهم بحضور عدد من طلبته المعهد العالي للمحاسب وإدارة المؤسسات وذوي الطلاب وفضلا عن طاقم التدريس بهذه المنشأة التعليمية يلتئم هذا الجمع في حفل تخرج الدفعة الأولى من النظام الجديد الـ LMD وكان حفل التخرج مناسبة أكد فيها مدير المعهد العالي للمحاسب وإدارة المؤسسات على أهمية التكوين المقدم للخريجين استجامة على الجهود التي تبيلها الفكومة لتحسين قادمة تشطيلة خريج المعهد والتعييم العالي بشكل عام يسعى المعهد إلى تقديم التكوين المتميز وتشجيع روح المبادرة والمقاولة ويعطى عناية خاصة للغات الحية الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى المعلوماتية وسنعمل على جعل هذه الدفعة الأولى من الإصلاح الجديد وفق آخر مرسوم محدد من نظام الـ LMD مرشعا يقاس عليه مدى نجاح التكوين بالمعهد وفرص الإدماج لسوق العمل وفيها سياق تم اعتماد الأول مرة نظام لمتابعة الخريجين لربط السلة بهم ومعرفة وضعياتهم المهنية والأكاديمية أما المتحدث باسم لجنة التنظيم فقد دعا باسم زملائه إلى بدل المزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي زملاء الطلاب زميلات الطالبات يجب علينا أن نواصل تجديد معارفنا وتطويرها من أجل أن ننجح في حياتنا العلمية والعملية ليس كأفراد يطمحون لبناء مستقبلهم الشخصي فحسب ولكن كمواطنين صالحين يطمحون لبناء بلدهم وقد اختتم الحفل بتوزيع الشهادات تكريم وتقدير على الأساتذة والطلبة في هذا الحفل المتوج لمرحلة من التكوين بإحدى مؤسسات التعليم العالي الوطني